السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأنا أسلام بكم مع حلقة جديدة عن الدكتور جابر عصفور منذ أيام توفي الدكتور جابر عصفور وأنا في الواقع عارف أن في ناس كتير ما يعرفوش عنه أي حاجة نهائيا فحبيت أصلت الضوء على بعض أفكاره وتصريحاته طيب ولما هو مات بتتكلم عنه ليه بعمر لأنه ببساطة فعلا مات لكن أفكاره ما زالت موجودة وأفكاره هي الأهم بالنسبة لنا يعني إحنا مش بيفرق معنا الشخص في أي حاجة لكن يفرق معنا فكره طالما أن فكره ده مخالف للحق والحقيقة ومخالف للتاريخ الصحيح ومخالف للواقع يبقى إذن لازم نرد عليه ونرد على هذه الأفكار المشكلة يا إخوة أن أهل الباطل بيموتوا لكن أفكارهم لا تموت إلا قليلا يعني مثلا كتير من الناس ما يعرفوش حاجة عن شخص اسمه عبد الله بن سبق هذا الرجل هو الذي أسس للشيعة الرافضة وصول دينهم الموجود الآن هذا الرجل ادعى الإسلام وبدأ يثير الفتن والقلاقل وينشر الأكاذيب بين المسلمين وهذا المجرم هو الذي اخترع عقيدة سبب الصحابة والبراءة منهم وهو الذي أشهر القول بإمامة علي بن أبي طالب وهو أنه هو المستحق للخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من العقائد عبد الله بن سبق مات من حوالي 14 قرن تقريبا لكن العقائد اللي غرسها عبد الله بن سبق في الشيعة مزالت حية إلى الآن ويقاتلون عليها باستمادها أيضا أول خارج من الخوارج اسمه ذو الخويصرة هذا المجرم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل شوف الإجرام يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقار له اعدل فإنك لم تعدل يخرب بيتك طيب ومن يعدل بين الناس لو لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى برضو مات ومع ذلك فكره الخارجي ما زال حيا حتى يومنا هذا لذلك لا بد من البيان والتوضيح لطبيعة الأفكار المنحرفة التي تتصادم مع القرآن ومع السنة النبوية ومع العقل والمنطق وحقائق التاريخ فهنصلت الضوء سريعا على بعض أفكار جابر عصفور التي لا يعرفها كثير من الناس أيضا من الأسباب اللي خلتني أعمل الحلقة دي إن عايز أوصل لكم رسالة إن مش عشان الإعلام بيطلع ويزوق ويضخم ويفخم في الشخص يبقى ده كده حد ثقة وكلامه كله صح فإنت فيما بعد بشكل تلقائي ممكن تلاقيه له كتاب أو تشوف له فيديو وقتها تقول بقى ده الأستاذ الكبير والمفكر العظيم فلان الفلاني أنتوا هتلاقوا الإعلام المصري كله بكاء وعويل على رحيل جابر عصفور ومحدش أبدا في الإعلام هيصلت الضوء على الأفكار الهدامة المنحرفة اللي كان بينادي بها وعشان شعورنا بالمسئولية كان لازم نقدم هذه الحلقة لتوعية المسلمين عشان يعرفوا بطلان الأفكار المنحرفة التي ينادي بها هؤلاء جابر عصفور كان بينادي بتجديد الخطاب الديني بدليل أن كل هذه الهيصة التي حدثت حول موضوع تجديد الخطاب الديني هذه هو أسمة عارب بالمناسبة أنك لا تزال منذ سنة 1980 تناقش موضوع تجديد الخطاب الديني ولا تعرف كيف تجدد أزال خطاب الديني طب وفيها يا أبو عمر لما كان بينادي بتجديد الخطاب الديني هقولك أن أنت نفسك لما تعرف معنى الكلمة دي المقصودة عند هؤلاء الناس هتعرف حجم المصيبة في هذه الكلمة يعني المشكلة في الممارسة أو في التفسيرات؟ لا أيضا في الكتب النصوص النصوص ولذلك النصوص لا ما لتجديد الخطاب الديني يعني إيه؟ يعني تغيير النصوص بما في ذلك النص القرآني مثلا؟ طبعا والإنجيل والتوراة وكله نصوص إلهية هذه يعني لا 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 ليست نصوص هي ما فيش نص في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة يبقى سابقا فيش ثوابت في الأديان لازم تتغير تجديد الخطاب الديني يعني إيه؟ يعني تغيير الثوابت طب كيف يمكن تغيير نص أنزلة كما يؤمن المسلمون مثلا؟ أن القرآن وحي قوحة كيف يمكن تغييره؟ لا 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 بتغير عرفت إيه معنى تجديد الخطاب الديني عند الجماعة دول؟ تغيير النصوص الشرعية تغيير القرآن الكريم وتغيير سنة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا مش محتاجة علق وبين بطلان هذا الكلام بس عايز أقولكم أن جابر عصفور كان بيمدح دايما في نوالي السعداوي مع معرفته بهذه الأفكار الهدامة التي كانت تنادي بها موقع المصر اليوم نشر خبر بيقول فيه أن الوزير الأسبق جابر عصفور بيقول عن نوالي السعداوي أنها أول سيدة مصرية تقتحم بجرأة الكتابة النسوية ليس كغاية في حد ذاتها إنما كوسيلة لتحرير المرأة والرجل على السواء عرفتوا توجهات جابر عصفور الفكرية ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين؟ وأيضا من الأفكار المضحكة التي كان ينادي بها جابر عصفور عدم فرضية الحجاب لك حضرتك لك رأي في مسألة الحجاب بتنفي فرضية الحجاب نعم على أي أسس أو على أي قواعد سلت إليها حتى تخرج بهذا الرأي واحد إن الحجاب ليس مزجورا في القرآن بمعناه الذي نتعرف عليه الآن وهو غطاء رأس المرأة وجهها وماذا تفعل مع الآية الشهيرة؟ إنما الموجود اتفضل قول اللي هي كل المؤمنات ما معناه يعني أن يدنينا بتالبي بهن على جيوبهن بالله عليكم الكلام ده نسميه إيه؟ ولا واحد فيه محافظ الآية وواضح إن فيه حد في الكنترول بيحاول يغششهم بس سبحان الله الخيب خيب يعني على الأقل احفظ الآية اللي انت طالع عشان تحاول تحرف معناها لا خلاص هم وصلوا لمرحلة متقدمة إن الناس هتفهم إحنا أصلاً طالعين نحرف إيه وطالعين نلعف إيه وطبعاً أنا برضو مش هتكلم بالتفصيل عن موضوع الحجاب لإن أنا أصلاً رديت على المصدر اللي جاب العصفور بيتلقى منه هذه التخاريف وهو إبراهيم عيسى آه جاب العصفور خد الكلام ده من إبراهيم عيسى أو على أي قواعد استلت إليها حتى تخرج بهذا الرأس واحد إن الحجاب ليس مذكوراً في القرآن بمعناه الذي نتعرف عليه الآن وده نفس الكلام اللي قاله إبراهيم عيسى الحجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية مش موجود في القرآن حق اسمها الحجاب بالمعنى ده بيقولك إن الحجاب مش مذكور في القرآن الكريم طيب سنفترض إن هذا الكلام صحيح مهودين الإسلام العظيم ليس قرآن فقط الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون بل إن الله عز وجل أخبرنا أن من صفات المنافقين أنهم إذا قيل لهم تعالوا لنحتكم إلى كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام تجد هؤلاء المنافقين يمتنعون ويمنعون غيرهم من الاحتكام لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بل إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نفى الإيمان عمن يرفض التحاكم إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما ويقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون طيب أليس الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن الكريم فلماذا يرفض جابر عصفور التحاكم إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الحلقة لعرض الأفكار وليس للرد أنا هتجاوز هذه النقطة وأحط لكم الروابط اللي تكلمت فيها عن موضوع الحجاب تحت هذه الحلقة أيضا من الطوام التي أتى بها جابر عصفور هو رفضه القاطع للمادة الثانية من الدستور وهي المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وشفتك معترض على المادة الثانية في الدستور طبعا طبعا انت فكر المادة الثانية؟ أه طبعا أه المادة دي التانية دي اللي هي الشريعة الإسلامية هي الدين وزي ما قلت برضو الكلام ده أنا مش هعلق عليه لأن أنا عايز أختصر قدر الإمكان لأن أنا عايز بس الناس تعرف الطوام الفكرية والعقدية والمغالطات التاريخية لجابر عصفور نجي بقى لموضوع المغالطات التاريخية وعندما تقرأ ثلاثية إبراهيم عيسى هي ثلاثية بالمناسبة صادر منها جزئين يعتمد فيها على كتب تاريخية مقررة ما فانش هزاء يعتمد على الطبري وعلى كتب التاريخ المختلفة فالمسألة مش هزاء سبحان الله صدق الشاعر حينما قال وإذا كان الغراب دليل قوم فيهديهم إلى دار الخرابي تخيلوا جابر عصفور معلوماته عن التاريخ واخدها من إبراهيم عيسى لا وبينصح الناس أنهم يقرأوا ثلاثية إبراهيم عيسى طيب تعالوا نشوفوا المستوى الفكري العلمي الذي وصل إليه إبراهيم عيسى في ثلاثيته في هذه الرواية التي أمام حضرتكم على الشاشة إبراهيم عيسى بيتكلم عن سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه هذا الرجل الذي فتح مصر وتشرفت مصر بدين الإسلام على يديه شو بقى في الرواية بتاعته بيقول عنه إيه إلا أن جنديا في جيشه من أهل اليمن كان قد بلغ به التعب فصرخ حانقا في وجه عمر إنا لم نخلق من حجارة ولا حديد فانتفض عمر غضبا على جندي يعصي أوامر قائده صاحب الحول والطول وآمر الجند وسيد القوم فقال بصوت زاعق اسكت فإنما أنت كلب فرد عليه الجندي وقال فإنك إذن أمير الكلاب حضرتك دلوقتي كقارئ لهذه الرواية إيه أخبار نفسيتك حسيت إن عمر بن العاص إنسان مش كويس وإزاي عامل الجندي ويقول عنه كلب صح؟ وهو ده بالضبط الشعور اللي إبراهيم عيسى عايزك توصله من خلال قراءتك لهذه القصة المليئة بالأكاذيب هو عايزة تكره الصحابة فبيكتب عنهم هذه الأكاذيب طيب إبراهيم عيسى جايب القصة دي من إين يا جماعة؟ جايبها من تاريخ الطبري الطبري بيقول كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي سعيد الربيع بن النعمان عن عمر بن شعيب قال لما التقى عمر والمقوقس بعين شمس واختتلت خيلاهما وفي نفس القصة هذا الرجل يقول لعمر بن العاص إنا لم نخلق من حجارة ولا حديد فقال له عمر أسكت فإنما أنت كلب فقال له الرجل فأنت أمير الكلاب طيب السؤال بقى هل القصة دي قصة صحيحة؟ لو حضرتك عايز تعرف القصة دي صحيحة ولا لا هتبص في الناس اللي نقلونا هذه القصة لو كانوا ثقات والسند صحيح خلاص هنصدق القصة لو فيهم حد كذاب أو مجهول أو ضعيف خلاص احنا مش هنصدق القصة الطبري بيقول كتب إلي السري عن شعيب عن سيف شايفين سيف ده؟ ده اسمه سيف بن عمر التميمي وأمام حضرتكم كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي ومن خلال هذا الكتاب نقدر نعرف أحوال الرواه اللي نقلونا الرواية يقول الذهبي سيف بن عمر الضبي مصنف الفتوح والردة وغير ذلك دي اسمه كتب يعني هو كالواقدي بصبع جماعة أحد أهم العلماء المعاصرين لسيف بن عمر التميمي وهو الإمام الكبير يحيى بن معين يقول عن سيف ضعيف وقال الإمام أبو داود ليس بشيء وقال الإمام أبو حاتم الرازي متروك وقال ابن حبان اتهم بالزندقة وقال ابن عدي عامة حديثه منكر ثم إن الراوي عن سيف بن عمر هو شعيب ابن إبراهيم الكوفي يقول الإمام الذهبي شعيب ابن إبراهيم الكوفي راوية كتب سيف عنه فيه جهالة طيب بالله عليكم يا ناس يا عقلا إحنا ليه نصدق سند زيده إذن سند الرواية دي ضعيف ولأنه هو سند ضعيف ستجد محقيقي تاريخ الطبري حكموا عليه بالضعف آدي الرواية أمام حضراتكم وآدي الكلام اللي ذكروا إبراهيم عيسى منها وده الهامش رقم اتنين ننزل في الهامش رقم اتنين إسناده ضعيف وفي متنه نكارة يعني الرواية ضيعة من حيث السند ومن حيث المتن طيب لماذا يستدل إبراهيم عيسى بقصة ضعيفة منكرة كهذه القصة ده هو بنفسه بيقول في مقدمة الرواية إن جميع شخصيات هذه الرواية حقيقية وكل أحدثها تستند على وقائع وردت في المراجع التاريخية التالية وذكر منها تاريخ الرسل والملوك للطبري طيب يبقى الطبري كده هو الغلطان ليه الطبري يذكر في التاريخ بتاعه القصص دي طالما إن هي قصص ضعيفة ومكذوبة وباطلة ولا تصح هقول لك لو حضرتك عرفت منهج الإمام الطبري وكيف ولماذا ألف هذا الكتاب هتعرف إنه هو مش غلطان الطبري نفسه في مقدمة الكتاب نبهنا وقال إن كتابه ده مش كله صحيح الطبري بيقول فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه أخذت بارك من الكلام ده أو الطبري بيقولك إن في روايات في الكتاب هيستنكرها القارئ ده معناه إن الطبري نفسه استنكرها وعارف إن أي مسلم هيقرأها هيستنكرها وفي روايات هيستشنعها السامع وده معناه إن الطبري نفسه استشنعها وعارف إن أي مسلم برضو هيقرأها هيستشنعها ليه؟ قالك لأنه لم يعرف لها وجها في الصحة ولا معنا في الحقيقة طيب برضو أما للروايات الضعيفة دي والباطلة دي جات منين قال لك فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا إذن اتبري نقل إلينا الروايات كما سمعها بالأسانيد بمنتهى الأمانة ولم يغير شيئا إحنا بقى وظفتنا نشوف الأسانيد دي ونشوف الروايات الصادقين ونأخذ رواياتهم ونبني عليها أما روايات الضعفاء والكذابين والمجاهيل فلسنا ملزمين بتصديقها السؤال بقى إزاي الطبر يقول كتابي ده مش كله صحيح وفيه روايات باطلة وشنيعة ومنكرة وإبراهيم عيسى ينقل منها وخلاص من غير ما يتأكد ومش بس كده أنت بتحاول تشويه سورة الصحابة اللي نصروا الإسلام وقدموا في سبيل نصرة الإسلام كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار في جهنم أنا دردت لحضراتكم المثال بعينة واحدة فقط من الروايات المكذوبة التي اعتمد عليها إبراهيم عيسى لكن الرواية بتاعت كلها قائمة على هذه الروايات المكذوبة والضعيفة ثم بعد ذلك يخرج شخص جاهل كجابر عصفور لينقل لنا هذه الأكاذيب عن إبراهيم عيسى ويتهم الصحابة رضي الله عنهم بما ليس فيهم طيب هل إبراهيم عيسى مش عارف إن فيه روايات تاريخية مكذوبة؟ لا هو عارف وقالي كلام ده بنفسه التاريخ كتبوا بشر عن بشر أقول المعلومة دي تبواطة ومؤكدة عندكم لهؤلاء مقدسون ولا أولئك مقدسون تاريخ بشر كتبوا عن بشر عشوه ومع ذلك إبراهيم عيسى بمنتهى البساطة راح جايب الروايات المكذوبة دي واستدل بها عشان يتعن في الصحابة ويضلل الناس وحسبون الله ونعم الوكيل دايما هتلقوا سهام أعداء الإسلام بتتجه نحو الصحابة الذين قاموا بالفتوحات والرجال الذين ازدهرت الأمة الإسلامية في أيامهم أي صحابي كان له سهم ونصيب وأثر في الفتوحات وتوسيع الدولة الإسلامية على مدار التاريخ ستجد هؤلاء المجرمين يتهمونه بكل نقيصة أنا سأكتفي بهذا القدر من عرض انحرافات جبر عصفور الفكرية وأكاذيبه هو إبراهيم عيسى على الناس وبإذن الله هحاول أعرض لحضراتكم بعد ما قالوه مستقبلا في حلقات أخرى أرجو نشر الحلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول النبينا عليه الصلاة والسلام ولو حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب أعداء الإسلام من المنصرين والملاحدة والعلمانيين والرافضة فيمكنك الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته